هل الزيوت النباتية بأنواعها المختلفة وماركاتها الكتير اللي موجودة في السوبر ماركت كانت في الماضي عبارة عن زيوت مكينات أو زيوت آلات والشركات طورتها وخلتها مادة غزائية عشان تكسب أكتر؟ وإذا كانت الزيوت النباتية دي بتمر بعمليات تصناعية كتير فما بلاشها أحسن بقى ونستخدم الحاجات الطبيعية زي الزبدة الجموسي أو الزبدة البقري ونعمل منها سمنة وناخد الدهون من أصل حيواني وبلاش الحاجات المصنعة أو اللي تصنعت بشكل كبير دي النهاردة هنكمل كلامنا مع حضراتكو عن موضوع زيوت النباتية بس الله يكرمكو أي حد مقتنع تماما أو قفل دماغه على إن زيوت النباتية خطر ومش رادي يسمع أي معلومة غير كده تفضل مشكورا أنت عراسي من فوق والفيديو ده مش موجه لحضرتك خالص سلسلة الحلقات دي وغيرها بنوجهها للناس اللي عايزة تشغل عقلها حتى لو كانوا ناس قليلين والفيديو إن شاء الله ما يجيبش مشاهدات خالص مش قضيتنا خالص إحنا قضيتنا ندافع عن المعلومة الصحيحة ونوصلها للناس بعد ما نوصلها اقتنعوا اقتنعوا وما اقتنعوش هم أحرار إحنا ما نقدرش نبقى أوصياء على الناس ونقولهم اقتنعوا بإيه وما تقتنعوش بإيه نبدأ مع بعض في موضوع زيت الماكينات زيت الماكينات والمعدات والآلات اللي إحنا بنسميها زيوت التشحيم أو زيوت البترولية دي أحد مشتقات البترول بنسميها زيوت بترولية أو زيوت معدنية وفي منهم نوعين موجودين في السوق بتستخدم للسيارات وزيوت التشحيم مختلفة بأنواعها المختلفة وينقسموا إلى مجموعتين كبار زيوت معدنية عادية وزيوت بنسميها زيوت تخليقية المسمى ده أنا ما بحبوش هو كلمة تخليقي دي ولكن ده المسمى التجاري اللي بتتباع على أساسه النوع ده من أنواع الزيوت يعني دي منتجات بتشتق من زيوت النفط أو زيوت البترول وملهاش أي علاقة خالص بالزيوت النباتية زي زيوت الدرة وزيوت بزرة الكتان وزيوت بزرة القطن وزيوت دور الشمس وزيوت الكانولة إلى آخره من أنواع زيوت النباتية الأخرى فكن إن واحد عايز يقنعك إن الزيوت اللي إحنا بنستخدمها دلوقتي كانت زيوت مكان ده هو بالبساطة ما يعرفش حاجة عن موضوع الزيوت البترولية أو المعدنية وما يعرفش حاجة برضو عن الزيوت النباتية بس الناس بتصدق أي حد بيقول أي كلام على اليوتيوب للأسف هنيجي بقى الموضوع التصنيع الزيوت النباتية بتمر بمراحل تصنيعية كتير إيه اللي يخلينا نستخدمها ما نخلينا في الحاجات الطبيعية مشكلة المحتوى يا جماعة اللي موجود على اليوتيوب اللي بيتكلم عن الأغذية إنه دايماً بيحط مقارنة وهمية أو صراع وهمي بين أنواع من المواد الغذائية المفروض إن ملهاش علاقة ببعض يعني عشان الدهون أثبت إن هي مفيدة لازم أقول إن الزيوت مضرة لازم عشان تبقى حاجة مفيدة يبقى في حاجة قصادها حاجة ضرة يعني عشان السكر يبقى سم لازم الملح يبقى كويس بس إحنا اللي بنستخدم الملح غلط الملح كويس ما بيرفعش الضغط ولا حاجة بس إحنا نستخدم ملح الهملاية ويبقى كويس مع إنه فيه صوديوم برضو ولما يجي حد يتكلم إن الكلام ده غلط ما تروحوا تشوفوا السكر ما السكر لو بيعمل مشاكل كتير يبقى لازم نحط حاجتين قدام بعض الكربوهيدرات وصاد البروتين الدهون اللي هي اللي جاء من أصل حيواني وصادها الزيوت لازم حاجات قدام بعضها عشان نعمل صراع وهمي والناس تتحذب ونعمل أهلي وزمالك حتى في الأكل والحقيقة إن الزيوت النباتية ملهاش علاقة خالص بالدهون اللي جاء من أصل حيواني دي قلنا إن هي أحماض دهنية غير مشبعة ودي أحماض دهنية مشبعة اللي اتنين أحد أنواع الدهون بس ده له استخداماته اللي هي الدهون اللي من أصل حيواني وليها أضرارها مش معنى إن هي دهون الجسم محتاجها يعني ناخد منها بأي كمية وبرضو زي الدهون اللي من أصل نباتي اللي هي الزيوت النباتية مفيش حاجة اسمها برضو ناخد منها بأي كمية لإن برضو زي ما لها استخدامات وليها فويد أكيد برضو ليها عيوب ولو بصينا بعين فاحصة شوية وفكرنا تفكير نقدي باللي بيتقلنا حضرتك مش هتلاقي أي منتجات حيوانية من غير صناعة زيوت في بلدنا داية وكتير من بلد الدول العربية ببساطة كده انت عايز تستهلك أو حضرك وعايزين تستهلكه سمنة بلدي السمنة البلدي دي أو الزبدة البلدي دي جاية منين؟ جاية من بقرة أو من جموس أعزكم الله تمام؟ الحيوانات دي بتتغزى على إيه؟ الوطن العربي معظم مناطق الوطن العربي ودول الوطن العربي ما عندناش مراعي طبيعية الحيوانات المواشي يعني أعزكم الله بتتغزى على علف بنسميه علف جاف والعلف ده زي وزي الغذاء بتاع الإنسان لازم يكون برضو فيه كاربوهايدرات وفيه نسبة بروتين وفيه نسبة دهون نفس الحكاية اللي بيتغزى عليها الإنسان لازم الحيوان بيحتاج برضو عناصر غذائية بيتغزى عليه إيه البروتين بقى اللي بيعتمد عليه الحيوان عشان يدينا لحمة وعشان يدينا لبن نطلع منه زبدة والزبدة نعمل منها سمنة أيا كان بقى الزبدة دي بقري ولا جاموسي الحيوان ده بيعتمد في البروتين على إيه في دوانة العربية معظمها يعني على حاجة كده اسمها الكزب الكزب ده ناتج من إيه ببساطة ناتج من صناعة الزيوت الناتج السنوي من عملية صناعة أي نوع من أنواع الزيوت النباتية اسمه الكزب هتلاقي كده حضراتكم ممكن تبحثوا براحتكم هتلاقي في حاجة اسمها كزب القطن كزب الصوية كزب جنين الزرة دي كلها أنواع كتير من الكزب وغيرها كتير بيستخدمها المربي في تغذية الحيوان عشان يحصل على المنتجات الحيوانية اللي حضراتك عايز تجيبها بمنطقة البساطة في أي دولة ما عندهاش مراعي طبيعية لو ما فيش صناعة الزيوت في البلد ديت يعني ما فيش كزب يعني ما فيش غزاء أو علف للحيوان يكون نرخيص في التمن وفي نسبة بروتين عالية نسبة البروتين مثلا في كزب القطن بيتعدي إلى 40 و45% عشان أحصل عليه من منتجات نباتية أخرى هتكلف أكتر كتير من الكزب اللي جاي من صناعة زيوت زي زيت بذرة القطن مثلا فمعنى كده أن حضرتك لو مش عايز الصناعة بتاعت الزيوت الوحشة ديت حضرتك برضو مش هتلاقي لا زبدة ولا سمنة ولا لحمة كلها لو عندنا في مصر ما فيش صناعة زيوت وما فيش مصانع بيطلع كزب دي احنا حتى الكزبة ما بيقضيش وبنستبرد كزب من برة زي كتير من الدول العربية برضو ولكن احنا عندنا صناعة زيوت في مصر في جزء منها بنستخدمه للإنتاج المحلي وجزء منها بنستبرده من برة زي كزب جنين الدورة على سبيل المثال يعني لو ما فيش كزب ما فيش صناعة زيوت أقل كيلو لحمة بلدي ممكن يعدي الألف جنيه ده واقع الغذاء جماعة مشكلة اللي بيتكلم عن الأكل اللي ما عندوش نظرة شاملة هو شاف واحد خواجة شعر أصفر وعينيه خضرة بيتكلم عن موضوع معين ويريته بيتكلم صح بننقل اللي هو قاله بالمصطرة ونوجهه للناس على أن ده العلم والناس للأسف بتصدق يجي حد بقى يقول لي إيه إزاي بقى هنستهلك الزيوت النباتية والمحتوى من أوميجا سيكس فيها أكتر من المحتوى بتاع أوميجا سري مش ده كفيل إن احنا نتجنبها طيب السؤال هنا قبل ما هنتكلم عن أوميجا سيكس بالتفصيل وأوميجا سري بالتفصيل هل السؤال ده اتوجه للناس اللي بتقول إن السمار الأفوجادو من السمار الخارقة طيب ما الأفوجادو هو وزيت يعني السمارة نفسها وزيت بتاعها بتحتوي على أوميجا سيكس أكتر بكتير من الأوميجا سري البيض بيحتوي على أوميجا سيكس برضه اللوز اللي الناس بتقول إن هو بديل صحي عن اللبن الطبيعي أو الحليب المفروض إن احنا ناخد حليب اللوز اللوز نفسه بيحتوي على أوميجا سيكس وحضراتكم كده من غير ما نقول لكم اكتبوا كده اكتر النباتات او اكتر الاغذية اللي بتحتوي على اوميجا 6 هيطلع من ضمنها البندق وهيطلع من ضمنها الكاجو وهيطلع من ضمنها اللوز وهيطلع من ضمنها بزور دوار الشمس وهيطلع من ضمنها الافوجادو وهيطلع من ضمنها البيض وفي كتير من الاغذية بتحتوي على اوميجا 6 السؤال بقى هنا اللي موجه لحضركوا ليه السؤال ده اتوجه لواحد زي حالتي بيتكلم عن زيوت النباتية ولم يوجه لحد بيتكلم عن ان الافوجاتو من الزيوت الخارقة او من السمارة الخارقة السبب بمنطهة البساطة ان احنا بنتوجه محدش بيقول لنا المعلومة كاملة هل اللي شكر في الافوجاتو قوي جاب سريت اوميجا سيكس لما اتكلم عنه اوميجا سيكس اتجابت امتى اتجابت لما ايه اتجابت لما بتكلم على حاجة انا عايز الناس تكرهها يعني في فرق يا جماعة ما بين المعلومة الصحيحة واستخدام المعلومة لتوجيه الناس اكتر مثال على كده احد التعليقات اللي جات لي على فيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن الحليب بيقول ايه بيقول التعليق ده من نفس الشخص نفس الانسان بنفس الاكاونت قال لي ايه قال لي اللبن ده او الحليب يعني مش معمول للجنس البشري اصلا مش مخصص للجنس البشري ده المفروض ان هو بيتغز عليه العجل والمفروض ان احنا ما ناخدش اللبن بتاع العجل ده غزاء العجل جي بقى على فيديو الزيت اخر فيديو عملناه اللي هو الحلقة الاولى بتاعت الزيوت قال لك المفروض انت بتتكلم عن الزيوت ليه مفيش حسن من الديهون الحيوانية اللي موجودة في الزبدة البقري والزبدة الجاموسي لا اله الا الله طب ما هو الزبدة البقري دي ما هو دهن الحليب يعني بتاع العجل طب ما تسيبه للعجل بقى طب ما تسيبه الدهن بتاع اللبن الجاموسي للعجل بتاع الجاموسة مش هو اللبن ده كله يا جماعة كله غزاء البقرة ما دلوقتي احتارت مع الناس والله. اللبن ده بتاع العجل المفروض ما يجروش منه. طيب خلاص هنسيبه للعجل. ولا الدهنة بس بتاعنا وبقية الحليب بتاع العجل. ايه اللي خلى الشخص ده جماعة بمنتهى البساطة كده يقتنع بالشيء واقتنع بعكسه. الاجابة بمنتهى البساطة ان احنا بنتوجه. ما محدش بيقول لنا المعلومة كاملة الا من رحم الله. هنا في القناة دورنا ان احنا ما نوجهش حد وما نتحذبش ضد غزاء مع غزاء اخر تلما ما فيش دليل علمي على ذلك. يعني بنتكلم عن الدهون الحيوانية وازاي نشتريها. وبرضو بنتكلم عن الزيوت وازاي نشتريها. ما بنقولش ان اللي بيصنع المنتجات دي شيطان على طول. واللي بيصنع المنتجات دي ملك على طول. ما الدهون الحيوانية برضو فيها غش وفيها تلاعب. وكترها بيسبب مشاكل صحية. والزيوت النباتية برضو في مصانع بتتلاعب. وهنتكلم عنها بالتفصيل والمركات اللي نشتريها ايه ونقرأ ليه بل ازاي و ايه الانواع اللي نتجنبها انما حتى الناس مش مديانة فرصة نكمل السلسلة للاخر على الاقل لما تيجي تلاقي واحد بيتكلم عن حاجة معارضة لفكرتك استنى يا سيدي لما يقول فكرته للاخر وبعد كده ابتدي عرضه لأ ده احنا اول ما بنبدأ حلقة مثلا بنتكلم فيها عن الامح عن الجلوتين عن الزيوت النباتية بتلاقي الهجوم من اول حلقة مع اننا قلنا الحلقة اللي فاتت ان دي ما هي الا مقدمة اسمع الكلام للاخر وبعد كده انقضه عشان حتى تعرف انت بتنقض ايه عشان لو لقيت معلومة جديدة تستفيد بيها لا طالما انت بتقول كلام غير اللي محشي بيه دماغي غير اللي انا عايزك تقوله يبقى المفروضة هجمك واشتمك وإيه اللي منك عشان خطر انت بتقول كلام غير اللي صنم بتاعي بيقوله غير اللي انا معجب بيه بيقوله وده للأسف تحذب الاشخاص او تقديس الاشخاص اللي احنا وصلنا له هو ده اللي بيخلينا قفلين دماغنا على معلومات غلطة في الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عام برضو هنواصل كلامنا عام موضوع الزيوت وربنا يسهل والفيديو دوت ما يجيبش اشتيمة زي الفيديو اللي فات يارب اكون قدار تفيد حضراتكم بمعلومة واشوفكم على خير الحلقة الجاية